بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة الحضور أصحاب المعالي والسعادة ضيوف العراق من الدول الشقيقة والصديقة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدءاً أرحب بكم جميعاً وأبارك لكم هذا المؤتمر المهم الذي يتناول المياه هذا الموضوع الذي بات موضوعاً حساساً ومؤثراً ليس في العراق فحسب بل في كل دول العالم لقد أضحت قضية المياه أنصراً فاعلاً في نطاق الأمن الداخلي والخارجي لما لها من تأثيرات على مجمل النشاط البشري سواء النشاط الحياة أو الصناعي أو الزراعي وغيرها من النشاطات البشرية ومع ازدياد مخاطر هذه الأزمة وابتساع تأثيراتها على الدول كان العراق واحداً من البلدان التي وقعت تحت هذا التأثير وتعرض بسببه إلى تأثيرات جوهرية خلفت آتار اجتماعية واقتصادية قد يعتقد الكثير أن مشكلة المياه في العراق ظهرت للوجود بعد سنة 2003 والحقيقة أن هذه الأزمة بدأت تدق ناقص الخطر منذ ثمانينات القرن الماضي لكن بسبب غياب الشفافية واحتكار المعلومة لم تتم مكاشفة الناس بحقيقة هذا الخطر القادم وكان من بين أهم أسباب هذه الأزمة هو السلوك العدائي وعدم تنظيم الوضع المائي مع دول جوار أيام النظام الدكتاتوري لهذا ورثنا بعد سقوط النظام عام 2003 البشاكل المائية العالقة مع دول المنبع فضلاً عن تخلُّف نظام الإدارة المائية الذي لن يتم تحديثه أو تطويره على وحب السياقات العلمية الحديثة واستمر الأمر بهذا النمط الإداري المتردّي إلى أن وصلنا إلى هذه اللحظة الحساسة في ملفنا المائي التي رافقتها التحولات المناخية والتي استنفرت دول العالمي والمنظمات الدولية للحد من تأثيراتها لقد وضعت حكومتنا الحالية ملف المياه ومعالجة آثار الشحة المائية والتغيرات المناخية على رأس أولوياتها تحملاً منها لمسؤولية إنقاذ الوضع المائي في العراق وإيماناً منها بأن التهاون في ملف المياه سيجعل العراق يخسر كثيراً من عناصر تنميته وتطوره ويدخله في مرحلة الخطر الستراتيجي ومع دخول برنامجنا الوزاري حيز التنفيذ اتخذنا الكثير من المعالجات الأساسية التي من شأنها أن تقلل من آثار ومخاطر شح المياه في العراق وكان لابد أولاً من الوقوف على جوهر المشكلة البائية مع دول المنبع وتشخيص أسبابها لذلك كانت لقاءاتنا مع المسؤولين في الدول التي نتشارك معها في المياه تتركز على ضرورة أن يحصل العراق على حصته كاملة غير منقوصة فضلاً عن العمل على تكثيف الجهود الفنية عبر اللجان المشترك للإسهام في حل الإشكالات مع هذه الدول وعبر الطرق الدبلوماسية والتعاون المشترك بعيداً عن لغة التصعيد فنحن نشترك مع الدول بجوار جغرافي أبدي وروابط دينية واجتماعية وأخلاقية وقبل كل شيء الروابط الإنسانية التي تستدعي منا جميعاً أن نركن إلى الحوار البناء والمثمر ولعل هذا الحضور النوعي والمتميز في المؤتمر سواء من دول الجهار المعنية بملف المياه أو من المعنيين بهذا الأمر من دول صديقة والمنظمات الدولية والخبراء والفنيين هو خير دليل على انتهاج العراق سياسة الحوار والاعتماد على البلول العلمية والعملية فشكراً جزيلاً لهذا التعاطي البناء والإدراك لحجم التحديات التي نشترك جميعاً في التعرض لها ومن بين المعالجات الأساسية كانت قضية ضبط الخطة الزراعية الشتوية التي مثلت أول نشاط للحكومة في الملف بعد تشكيلها من خلال العمل على إدخال الوسائل الحديثة في الريه وتشجيع الفلاحين على استعمال هذه الوسائل بل أن الخطط الزراعية القادمة سيكون الدعم فيها مقصوراً على الفلاحين والمزارعين الذين سيلتزمون باستعمال وسائل الريه الحديثة وهذا الأمر يتطابق تماماً مع التوجيهات والقرارات التنفيذية التي كانت تركز على ضرورة أن تتغير طريقة الإدارة المائية وأن يجري التثقيف للاستخدام الأمثل للمياه وعدم هدر هذا المورد الحيوي الذي يمثل أمناً وطنياً لا ينبغي التفريط به كذلك فإن الحكومة الحالية اتجهت إلى الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها بعض الدول المتقدمة في سبيل الوصول إلى إدارة رشيدة وحكيمة للمياه وذلك من خلال خطط وبرامج التدريب أو التعاقدات المباشرة أو من خلال نقل التجارب الناجحة في هذا الاتجاه وهذا المؤتمر هو دليل على جدية العراق المستمرة في معالجة مشكلته المائية لا سيما وأنه المؤتمر الثالث الذي يُؤقد في بغداد وسنستمر بعقد مثل هذه المؤتمرات دون انقطاع بالإضافة إلى أن حكومتنا قامت بتأسيس مجلس أعلى للمياه سيضع ويرسم الخطط والبرامج التي من شأنها أن تحفظ للعراق أمنه مائي ولأن التحولات المناخية هي السبب الأساسي في الارتباكات والاقتلالات التي حدثت في ملف المياه فإن حكومتنا الحالية أخذت على عاتقها وضع خططٍ شاملةٍ لمعالجة الآثار البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية فقد وضعنا استراتيجيةٌ تتضمن رؤية العراق للعمل المناخي لغاية العام 2030 وذهبنا باتجاه جولات تراخيص استثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط من أجل تقليل النشاط الضار للبيئة وهو أيضاً يمثل مورداً يمكن استثمار عائداته في تحسين أنماط الحياة المعيشية للمواطنين فضلاً عن الاتجاه لاستثمار الطاقة النظيفة بما يجعلنا نحافظ على مناخنا وثرواتنا وبيئتنا التي هي حقٌ من حقوق الأجهال القادمة مثل ما هي سببٌ من أسباب وجودنا اليوم بالإضافة إلى عزم الحكومة في الذهاب نحو مشروعٍ مهم هو مشروع تحلية مياه البحر لتعويض نقص المياه الذي نجم عن نقص مناسيبي وكميات التدفق عبر نهري دجلة والفرات الحضور الكريم إن مسألة شح المياه تمثل تهديداً لنمط ثقافياً وحضاري وتاريخي كيف لا وهي تهدد دجلة والفرات هذين النهرين العظيمين الذين كانوا شاهدين على ولادة أعرق الحضارات ونشأت على ضفافهما أعظم الممالك التاريخية فالحضارات التي ولدت عبر التاريخ حول دجلة والفرات أو التي استقرت واستوطنت في أهوار جنوب العراق منحت الإنسانية عطاءً علميًا ومعرفيًا ما زال العالم يقف حتى اليوم أمامه بإحتراف وانبهار ودجلة والفرات لا يموثلان العراق وحده بل هما إرثٌ عالميٌ وإنساني وإن حسارهما أو جفافهما يعني أن ذاكرة التاريخ والحضارة والعالم ستفقد الكثير من تفاصيلها لذلك فإن إنقاذ دجلة والفرات يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا نحتاج فيه إلى جهود جميع الأصدقاء في الدول والمنظمات من أجل مساعدة العراق في هذا الوقت الحرج الحساس من تاريخ نهريه العظيمين لذلك فإن جهودنا جميعًا يجب أن تتركز على إبعاد هذه المخاطر أو في الأقل التخفيف من آثارها لكي نحي جميعًا من دون تهديدٍ أو مخاوف حتى نمنح أجيالنا القادمة بيئةً سليمةً معافاةً تصلح للعيش بأمانٍ ورخاء أتمنى لمؤتمركم هذا كل التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة